موسيقى مسلمو أنمسا يحتفلون بعيد الأضحى والمركز الإسلامي يجمع خمسين ألف مصلي أنمسا قلقة إزاء التصعيد العدائي في سوريا ضد المدنيين شركة الطاقة في فيينا تخفض الأسعار لتمنح الأسر ستماء وعشر يورو سنويا النمسا في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر السلام العالمي اعتقال 43 شخصا ومصادرة 5 ملايين يورو ممتلكات من مافيا وانفجار غازي يؤدي إلى إجلاء 65 منزلا في النمسا العليا مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات أدى المسلمون في النمسا صلاة عيد الأضحى بمشاركة ما يصل لخمسين ألف مصلي في المركز الإسلامي بفينا وحضر المصلون من مختلف الجنسيات والثقافات وتم تنظيم الصلاة بحضور الشرطة النمساوية وشركة أمن خاصة وألقيت خطبة مؤثرة عن معنى العيد وقيمته وتبادل المصلون التهاني بعض الصلاة وكان الرئيس والمستشار النمساوي وحاكم فين قد وجهوا التهنئة لمسلم النمسا أمسا الثلاثاء حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أعرب وزير الخارجية النمساوية عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العدائي في سوريا مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وأكد على أهمية إيجاد حل سياسي متوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 واستئناف جهود التسوية السياسية وكانت النمسا قد دعت إلى حل سياسي في سوريا وقدمت مساعدات إنسانية بقيمة 27 مليون يورو فيما تستمر كل من روسيا وإيران في دعم نظام الأسد ضد الشعبي السوري خفضت شركة فين إنريجي أسعار الكهرباء والغاز والتدفئة بنسب تصل إلى 52% و77% على التوالي وسيتلقى 1.2 مليون عميل عرضا جديدا يتضمن تخفيضات تصل إلى 30% لمدة عام لتنخفض تكلفة الكهرباء إلى 15.9 سنت وتكلفة الغاز إلى 6.3 سنت لكل كيلو وات ساعة ويمكن للعائلات توفير 610 يورو سنويا ويمكن لجميع العملاء الحاليين والجدد التعاقد على هذا العرض حتى العشرين من سبتمبر وسوف توفر الشركة 215 يورو سنويا لعملاء استفادوا من العروض السابقة ارتفع عدد الوفيات جراء الصراعات في العالم إلى 238 ألف شخص في العام الماضي حيث شهدت 91 دولة صراعات خارجية وقد أصفر صراع تجري في أثيوبيا عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وأكثر من 82 ألف شخص في أوكرانيا وتشير البيانات إلى أن خمسة دول هي أمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين تحتكر ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة في العالم وتحتبر أيسلندا ودنمارك وأيرلندا الأكثر سلما في حين تحتل النمسا المرتبة الخامسة بينما سوريا واليمن وأفغانستان الأقل سلما تم توقيف 43 شخصا في إيطاليا والنمسا في غارة على المافيا بتهم متعددة بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال والإفتزاز والقتل تم تنفيذ المدهمة في منزل مزارع في النمسا العليا وتشير التحقيقات إلى وجود شبكة تسويق للفاكهة والخضروات بالتعاون مع المافيا في كالبريا فيما لم يتم القبض على المزارع الرئيسي خلال المدهمة وتم مصادرة شركات وعقارات ومركبات بقيمة تفوق 5 ملايين يورو وهذه العملية هي مشتركة بين النمسا وإيطاليا وألمانيا تسبب انفجار غازي في إنسفيلدن بالنمسا العليا في إصابة رجل بحروق بلغة وإجلاء 65 منزلا ويشتبه في أن الانفجار يعود لعملية حفر عميقة في المنطقة وتبين أن التسريبات تسببت بخلط الماء بالغاز في المنطقة المتضررة وتم تقديم الرعاية والدعم للمتضررين وإغلاق المنطقة وسوف يتم إغلاق فتحة الحفر بواسطة خبراء شركة أونفاو ولا يزال غير معروف متى سيتبكن السكان من العودة إلى منازلهم والذين تم إنشاء أماكن إقامة مؤقتة لهم كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفقرات على هواتفكم موسيقى سعيدة كنت معكم أنا بوثينا سلام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر